خصصة الشمع ونجد العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الخامس 7 نومبر مجلس النواب لمناقشة المشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات ولديتي في ضرفين هام تميزهم بضرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدلة تعرفوا أن هذا الضرف اللي جات في هذه الميزانية وهو التنزيل والتعيي لإصلاح منظومة العدلة من بعد التقرير اللي رفعته الهيئة المكلفة بالحوار الوطني حول انظومة العدلة واللي كانت تنويه بها على جميع الأصعيدة وتمت مصدقة عليهم من طرف صاحب الجلالة فهذا المناقشة هذه تتضمن جميع التخوفات اللي عند السيدات والسادة النواب فيما يخص التنزيل الجيد ديال هدى الأسبوع ولكن هناك تنويه كبير بالمجهود الذي تبدل تحت إشراف سيد وزير العدل وتعد خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدلة أرضية خصبة لتطوير النقاش حول سبل تنفيذ هذا الورش الحيوي وتنزيل مضامينه بغية الإصلاح الشامل لقطاع العدلة والتغلب على موايقاته وتأتيت البناء الديموقراطي للمغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر